نعود للقاهرة حيث ترأس الرئيس السيسي النهاردة قبل التقائه ببايدن مجلس الأمن القومي الذي صدر عنه عددا من القرارات اجتماع مجلس الأمن النهاردة كان يتعلق باستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية وخاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة طب ايه أهم القرارات وصلت الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية والإغاثية الإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة التشجيد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين وتقريبا جملة حل الدولتين دي انتهت من حتى ما سمعنهاش من بلينكين ما سمعنهاش من أي مسؤول أمريكي خالص في هذه الزيارة أو قبلها رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وده معروف أنه على حساب مصر في الأساس وربما الأردن إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام تأكيد أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا تهاون في حمايته وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية